يستمر مسلسل القصف المتبادل بين الميليشيات التابعة لإيران والقوات الأمريكية المنتشرة في سوريا والعراق قصف زادت كثافته دون خطورته بعد أياماً على اندلاع الحرب في غزة وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن قواعدها في سوريا والعراق تعرضت لخمسة وخمسين هجمة منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي ثمانية وعشرين منها في سوريا ما تسبب بإصابة تسعة وخمسين جندياً أمريكياً بجروح خفيفة وفق نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ التي حملت إيران مسؤولية هذه الهجمات التي نفذتها فصائل مدعومة من طهران في مناطق نفوذها شرق سوريا كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تعتقد أن سبعة أشخاص قتلوا في أحداث ضرباتها الجوية على جماعات مسلحة مرتبطة بإيران في سوريا من جانبه قال فصيل تابع لإيران يطلق على نفسه المقاومة الإسلامية في العراق إن عناصره استهدفوا خلال الشهر المنصر قاعدة التنف جنوب شرق سوريا والقواعد الموجودة شرق الفرات في دير الزور والحسكة أما في جنوب سوريا المنطقة التي تسيطر عليها روسيا وقوات الأسد وبعض الميليشيات التابعة لإيران فقد أطلق صاروخان من محيط تل الجموع باتجاه الجولان المحتل ليرد الجيش الإسرائيلي بقصف المنطقة وفق شبكة درعا 24 البحث والمحلل السياسي داني مكي يرى أن التعقيدات العديدة في سوريا قد تتصاعد مما يضيف تهديدا جديدا لإسرائيل والوجود الأمريكي في البلاد مع احتدام حرب غزة مشيرا إلى أن العديد من الحوادث والتصعيدات الجديدة لا تزال تظهر على الجبهة السورية مع احتمال احتدامها بسرعة في الأسابيع المقبلة وفق موقع المونيثور الأمريكي تعيش المنطقة منذ أكثر من شهر على صفيح ساخن بعد اندلاع الحرب في غزة ربما تجر معها سوريا والدول المحيطة بها إلى حرب موسعة تزيد من معاناة شعوب المنطقة